لما ببصلك يا ماجد بحاولة تأمل أنت كونت الخبرة والإيجادة العالية جداً في شغلك ده من حاجات أساسيات ومن نشأة ومن بيئة والكاركتر والخلق يعني أنا حب قوي أن النوع الناس الخاصين قوي اللي زيك يقولوا هم منين جمب بالطريقة دي يعني النشأة كانت ازاي؟ الفكرة جات منين؟ التراكم الخبراتي ده العناية بيه كانت ازاي؟ طبعاً بابا الله يرحمه كان حد ملتزم زيادة قوي وشديد قوي بمحبة لأنه كان بيحبنا قوي فكان شديد علينا قوي ولكن ربنا رتب أنه رتب الظروف كلها ترتيباته عجيبة يعني أنه تحصل النشأة بالشكل ده أنه يبقى فيه أب ملتزم جداً أم حنونة جداً وليدر جداً بيربه تلت ولاد أنا الكبير بس فيه أصغر مني باربع سنين توقم توقم مش متماثل سمير وأمير فناس عارفين قيمة ثمرة الحياة بابا برغم أنه هو يعني شد علينا قوي كان قصع علينا شوية في الحياة والتربية والمنشأ لأنه كمان جاله موضوع تصميم مسجد الدولة في الكويت هو كان مهندس؟ مهندس معماري في الرجل أعمار القاهرة أعمار عندست القاهرة أعمار فلما جاله موضوع تصميم مسجد الدولة في الكويت سنة 71 فقعدنا عيشنا حياة طبيعية جداً الرجل بيشتغل خلاص من 71 ل85 حياة طبيعية سمير وأمير جوم الكويت بعدنا بثلاث سنين لأنه كانوا حبايبي لسه مولودين فكبروا شوية مع تيتا وجولنا وعيشنا الحياة بشكل طبيعي ربنا راتب بقى كانوا يحبوا بابا قوي ربنا وبابا كانوا يحبوا ربنا يا ربي يدي الحب عليكم كله أمين أمين فربنا ادي له وهيأ الظروف أنه نعيش في مجتمع ملتزم وصغير ويقدر يقفل علينا براحته فالظروف ساعدت أنه يقفل أينعم طبعاً ده كان له بعض المشاكل بعض الانفجارات فيما بعد طبيعي أي إنسان هتكسوبيان واتكبته يعني ما يشتبهم لكن ده كان أنا بسميه الحيطة الخرصانة اللي في ظهري اللي هي مهما الظروف قاعدت تزق فيها أو تخبط فيها اللي سبهولنا بابا بتربيته والتزامه هذه الحائط الخرصاني اللي يسندني ما أعشي على ظهري هو ده اللي هيفضلي مهما عكيت هيفضلي الحيطة الخرصانة الحماية اللي في ظهري دي فكان ترتيب ربنا عظيم اللي قاعدته في الكويت 14 أو 16 سنة 14 14 بهذا النمط الحياتي ما كانش وارد فيه فن لا لا خالص نهائي بدليل أنك دخلت كلية الفنون الجميلة بس كنت شارب الرسم والعمارة والمنظور وبابا كان حبيب الله يرحمه كان شاطر قوي مثلاً فإنه يرسم منظور متهرب على نقطة فري هند وده الرئوي على فكرة دخلنا مدارس عربي بانين فقط مش مختلط فطبعاً كانت صدمة حضرية حش فنون جميلة فجأة لكن شربت منه فكرة الرسم والخطوط وجمال الخطوط وهو كان الفري هند عنده خرافي فدخلت فنون جميلة حباً في الحالة دي حالة الرسم مهارة دي مهارة عظيمة فري هند ده كان حاجة خرافية يعني يعمل حاجات مفترض أنها بالحسابات يعملها فري هند فشدتني من فنون جميلة أنا تخصصت بقى دي كور مسرح وسينما وتلفزيون ففنون جميلة بقى طبعاً أعدادي فنون جميلة عام من أولى من أتخصص من تانية رحنا دخلت على المسرح طيب قبل ما نروح فنون جميلة نمط الحياة والتربية جزء منه هل استخدمت جزء منه في تربية الولاد ساعات الواحد يبقى عايز يبقى عكس أبوه أمه وأحياناً يلاقي نفسه كان ناوي يبقى عكس بس هو بقى كوبي بيست إيه اللي تكرر بقى وإيه اللي تعكس السؤال رائع تفاديت كل اللي دايقني مع يوسف وسندر تفاديت كل اللي دايقني يعني أنا مبسوط باللي حصل لي بس ما حبيتش أحسس فاروح تعمل المعدلة دي بقى إنه إزاي إن ربي صح وبشدة وبالتزام ولكن بصحوبية ونعومة من غير الحتة الزيادة التكة الزيادة دي ففعلاً اللي عمله بابا فدني ولكن خلاني أتفادى ده مع يوسف فأتفاديت حاجات كتير الأم كررت يعني أنت عندك قدر عالي إيد جداً من الحنان عليهم هل ده مثلاً عاكس مع مع الأم إنه مين اللي إيده سايبة ومين اللي ماسكه ماما حنونة كانت جداً حنونة جداً لرغم أن هي كانت مديرة مدرسة أو حاجات زي كده إنما حنونة قوي وعاطفية جداً وليدر في نفس الوقت وبابا وبابا كان حنون جداً جداً يعني بس إيه كان برج العقرب يعني هو ما بيعبرش عن حنانه ما بيعبرش عن مشاعره بسهولة مش سهل يخرج مشاعره لكن يعبر عنها بالأفعال لكن الإنسان مهما كان يحب يسمع كلمة يا حبيبي يا روح قلبي ربنا يديك قبول في عيون الناس ربنا يحفظك من كل شر كانت ماما هي المعبرة بالكلمات والحب اللغات أو من أحد أساليب الحب اللغات فبابا كان شديد بس يبان على قلبه وعنيه باين أنه بيحبنا قوي قوي يخاف علينا جداً جداً أيده سايبة ومين أعتقد أنه أنا اللي إيدي سايبة شوية عشان يعني من اللحظة اللي هي بقى شوية بقى يعني عقلانية ولأ لازم يتقلهم كذا لأ مش أي حاجة لأ يا ستي عيل يعني طفل يعني واحدة واحدة يعني نحبه بنصحبه يعني حاجة روعة والله العظيم أنا ساعتة أقول أنه الأب والأم فيه إذا بلغوا في حاجة فالعيال ييجوا يعملوا عكس المبلغة حقيقي فالعيال التالتة تيجي تعمل عكس اللي في النص فيقوموا راجعين للأول يعني رايح جاي سلسلة بتتسلم بعضها